السلام عليكم أخواتنا في مونريال وضواحيها وفي الكيباك وفي كندا خاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مساج قصير برك باش نقول لكم على أخونا أنيسم زيان أنيسم زيان اللي يفقد العين انتاعه ولازم يروح لإسبانيا لازم يروح لإسبانيا في أقرب وقت باش يجري عملية وربما يسترد النظر انتاعه إذن البرح تكلمت كثير مع الإخوات اللي جاءوا إياه باش يحاولوا كيفاش يعاونوا الحراك أو اللي دوتوني فقلت لهم هذا الإبليسي من الناس اللي من الناس اللي لازم من نهتموا بهم في أقرب وقت ممكن إذن شاءت الصدف أنه تكون الأخت انتاعه في مونريال واسمها نادية مزيان وبدأت وبدأت لهم كانيوت باش تلملو 20.000 دولار 20.000 دولار أنا نشوف باللي 760 تلمت سننضير ورفرش 760 تلمت فأدعوكم خوتي اللي جاءوا لي يقولوا لي كيفاش نديرو كيفاش نمدو هاي الأخت انتاعو اللي دارت الكانيوت أنا اللي تلقيتها في السبت القادم إن شاء الله رح نعطيها مبلغ مالي يد في اليد وإن شاء الله عندكم وسيلة أمامكم يعني باش تعاونوه ونتكفلوا به حنايا الآن راهم ربعة خاوتنا يفقدوا عينهم واحد عمارة محمد اللي توفى وفيها آخرين بليسي يعني ماش خاطرة لكن العين تبقى عين أخوتي فما عندي حتى شك أنه أنكم رايحين تكونوا بقوة في هذا الأمر خاصة نخوة خاوتنا على الحراك تعمل ريال وحراك كندا بصفة عامة على الأقل نكونوا حنايا في كندا نصلوا أننا نتكفلوا بخونا أنيس خاصة أنه أخته هنا في مونريال ناديا وهي اللي مدير الكانيوت يعني ما عندناش هذك البربلام تع الشفافية تعلم مان عند أخته يعني ما سيكون أقرب لك من الأخت ونخلي وخاوتنا باش ما ننسوش ثلاثة أخرين نخلي وخاوتنا في فرنسا وخاوتنا في انجليترا وكذا يعاندوا علينا وش رايحين نديروا حنايا مع أنيس باش هما يتكفلوا بالآخرين إن شاء الله اللي راح ينتكملوا فيهم اشتركوا الفيديو على قد ما تقدروا خاوتنا في كندا راح نحطها في الفيسبوك ونحط لكم الليان نحطها في اليوتيوب تاني ونحط لكم الليان في الدسكريبسيون باش تشوفوا الكانيوت كيفية وبرتجيوها قد ما تقدروا ربي جازيكم اشتركوا في القناة